ومن أيام تم إقرار مشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار هذا المجلس هو المعني بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواع ومرحله لتحقيق التكامل بينها وكمان الإشراف على تنفذها المجلس ده هدى فوق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوء العمل المحلي والدولي كمان إضافة إلى تحديد سياسات الدولة في مجال البحث الآن هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا المجلس الجديد من الدكتور محمود سلامة البحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أهلا بك يا فن أهلا بك يا فن صباح الخير صباح الخير بداية كده إيه أهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار طيب يعني خلينا نتكلم في الأول على فكرة إنشاء المجلس نفسه إحنا كنا في البداية إحنا عندنا فيه نقطة أساسية موجودة في استراتيجية مصر 2030 بتتكلم عن ضرورة إنشاء مجلس وطني للتعليم وكان يعني في الأساس بيستهدف المرحلة الخاصة بالتعليم قبل الجمعية تم تطوير الفكرة بعد كده في 17 إننا ننشئ مفوضية عليا للتعليم في أحد مؤتمرات الشباب الفكرة تم تطويرها برضو فيما بعد وطرحها أمام المجلس الحوار الوطني في القضايا الاجتماعية واتطورت الفكرة من مفوضية عليا للتعليم والتعليم الفني يعني التعليم قبل الجمعي يعني توسعت شوي ضمنا معنا التدريب كمان زي مثلا عندنا الأكاديمية الوطنية للتدريب فدخلت كمان في مشروع القانون أخيرا بعد طرح القانون أمام الحوار الوطني والقانون بصورة النهائية اللي أكررت أخيرا تغير الشكل تماما بقى أننا بقى عندنا مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار وشلنا الجزء الخاص بالتدريب يعني إذا كنا أمام مجلس وطني بيختص بسياسات التعليم قبل الجمعي فقط لا إحنا بقى عندنا مجلس وطني بيختص بسياسات التعليم بشكل عام سواء كان تعليم قبل الجمعي سواء كان تعليم عالي سواء كان تعليم أزهري كل أنواع التعليم في مصر تم دمجها تحت مظلة المجلس الوطني للتعليم في البداية هو كان الهدف الرئيسي أنه يتم توحيد السياسات الخاصة بالتعليم قبل الجمعي لكن النص الأخير اللي صدر وأكر من مجلس النواب الأسبوع الماضي هو بيقول أننا بنضع السياسات العليا للدولة فيما يتعلق بالتعليم بكل أشكاله وأنواعه ومراحله يعني من أول الكيجي لحد ما نخلص الجامعة لشان نربط مع احتياجات سوء العمل الجزء الخاص بالبحث والابتكار أيضا إحنا عندنا السياسات العليا للدولة في البحث والابتكار يعني دايما نبص كده نشوف أن احنا في عندنا المجلس الأعلى للجامعات مرتبط بالتعليم العالي والبحث العلمي الأكاديمية الأكاديمية البحث العلمي فإحنا ربطنا كله مع بعض تحت مظلة واحدة اختصاصات المجلس ده إيه؟ المجلس الجديد المفيد أو الدور الأول الاختصاص الأول ليه هو وضع استراتيجية وطنية للتعليم إذا نحن سيبقى قدام استراتيجية وطنية متكاملة من ثلاث قطاعات القطاع الأول هو التعليم القطاع الثاني هو البحث والثالث الابتكار علشان يتماشى أيضا يعني الكلام ده كله بيتفق مع الاستراتيجيات اللي أكرت سواء كانت استراتيجية التعليم قبل الجامعي سواء كانت استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي إحنا عندنا في استراتيجيات للتعليم قبل الجامعي أكرت في 2016 من 16 ل30 وبعدين عندنا استراتيجيات للتعليم العالي أو التعليم الجامعي من 23 إلى 30 الاستراتيجيات دي كلها بتستهدف أننا نتطور بالتعليم من جيل أول إلى ثاني إلى ثالث إلى الجيل الرابع اللي هو بيماشي أو بيجاري التخصصات المطلوبة عالميا اللي هي إيه يعني؟ يعني إحنا كنا ما بنتكلمش عن اختصاص بعينه يعني في بعض الوظائف إحنا فيه كتب كتير تنشرت عن وظائف المستقبل مثلا فنلاقي تأرير صادر أنه بعض الوظائف هتندثر ويطلع مكانها وظائف جديدة فنلاقي أنه الناس اللي هي مختصة بالتكنولوجي أكتر أو الـ AI دول الطلب عليهم هيبقى زايد خلال الفترة اللي جاية وزي ما شفناه فيه حديث السيد الرئيس في واحد من اللقاءات أو الأحاديث يعني كان بيتكلم عن أهمية المؤهلين تعلم البرمجة أه تعلم البرمجة الجزء ده ضروري جدا ومهم خاصة أنه احنا بنشوف دلوقتي أن الـ AI بيقوم بأدوار مهورة يعني فيما يتعلق بالكتابة والريسرش وتعديل الصور والفيديوز والحاجات دي كلها الجرافيك والكلام ده لا بقى فيه طفرة بتحصل في الموضوع ده صحيح طيب إيه الألية اللي المجلس هيمارس من خلالها دوره يعني احنا بتكلم دلوقتي عن المجلس تكوينه عمل إزاي التشكيل هو اللي هيتحكم فيه التنفيذ السياسات دي طيب هو المجلس هيبقى ليه اختصات ملزمة أي مجلس وطني للتعليم في العالم هو هي استشارية مستقل مشوفناش مجلس بيتبع لوزير التعليم مثلا غير في البيرو مثلا أو جمايكا يعني واحدة من الدولتين مجلس الوطني هناك هو بيتبع الوزير وزير التعليم وهي بيمده بالاستشارات أو الأراء فيما يتعلق بالسياسة التعليمية لكن باقي دول العالم أسبانيا البرتغال المغرب على سبيل المثال مجلس فيها مستقل مجلس هيئة مستقلة استشارية بتبدي الرأي والمشورة وكمان بتكر بعض القوانين يعني صياغة القانون المتعلق بالتعليم في البرتغال المجلس الوطني للتعليم في البرتغال مثلا بلازم هو اللي يبدي الرأي أو يكر الصياغة الخاصة بقوانين التعليم وملزمة لمجلس النواب هناك إنه هو يكررها خلال 30 يوم عنده بعض المهام الإلزامية المجلس في مصر عندنا هنا بيتكون من رئاسة المجلس رئيس الوزراء 10 وزراء عندي 8 من الخبراء وأربعة من رجال الأعمال ده الشكل اللي أكرر في النهاية يعني تقريبا تكوين المجلس بالكامل حوالي 25 عضو 40% منهم من الوزراء طيب الوزراء نحن فيه عندنا وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ضمن التشكيل ووزير التقافي الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات طبعا المجموعة اللي هي متعلقة أكتر بالتشكيل الوعي والجزء الخاص يعني وزارة العمل أيضا احتياجات سوء العمل من الاختصاصات أو التخصصات اللي هتخرج من التعليم برضو وزارة العمل موجودة فبالتالي أنا بجمع احتياجات المجتمع يعني من المعارف من التخصصات المطلوبة لسوء العمل علشان أبتدي أحط الاستراتيجية الوطنية الكبيرة اللي هتمثل المظلة الكبرى وبعدين استراتيجية القطاع التعليم قبل الجامعي هتبقى منبسقة منها أو بتكمل على الرغم أن احنا عندنا فيه استراتيجيات قبل كده آه طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال هل فيه أي خطة يمكن لدمج الطلبة مع المجلس يعني أو حتى استشارتهم أو نفهم منهم هم فين عشان نبقى عارفين احنا هنروح بيهم فين على سوق العمل يعني تمام سوق العمل محتاج سكيلز معينة محتاج تعليم معين لكن احنا النهار ده أصلا بنبني على حاجة كانت موجودة قبل كده هم فين دلوقتي وقفين فين محتاجين ايه عشان ننامي عندهم مهارات معينة هل ده ضمن المشروع قائم معاكم في المستقبل طيب المجلس الوطني اللي اتعمل في مصر أو التشكيل اللي في مصر بيأخذ عليه أنه هو ما لا يضم العدد الكافي من الخبراء والأكاديميين بيأخذ عليه أيضا أنه هو لم يضم ممثلين عن أصحاب المصالح يعني المجلس الوطني في المغرب التكوين بتاعه أكبر بكتير من مصر احنا عندنا 25 اللي هو هناك أعضاء المجلس حوالي 100 عضو عنده 25% من الخبراء وبعدين عنده حوالي 20 عضو تقريبا من عضاء الحكومة والبرلمان والأكاديميين وبعدين 54% من أصحاب المصالح سواء كانت اتحادات طلبية سواء كانت مجالس أمناء وأباء أي حد لي علاقة بالعملية التعليمية هو متضمن داخل تشكيل المجلس ده علشان يقول الرأيي علشان أخطط لأي حاجة من الضروري جدا أن أنا أستمع لأصحاب المصالح في البداية فلو هم مش ممثلين بالتالي أنا بعيد إنتاج الاستراتيجات اللي كانت موجودة قبل كده يعني استراتيجات التعليم 2016 موجودة وتنفذ بعضها أو بعض أجزاءها بعدين حدثنا عملنا استراتيجية تانية من 2023 إلى 2027 بيتم تنفيذ بعض بندها عندنا برنامج إصلاح التعليم بيتم تنفيذه من 2018 كان مفروض ينتهي 23 وبعدين تم تمديده إلى 25 وإلى الآن يعني التقارير حول التقدم في المشروع مش واضحة أو مش معلنة بشكل واضح للجميع نفس الكلام برضو بالنسبة لإستراتيجية التعليم العالي بيتم وضع استراتيجية وبعدين نرجع تاني نضع استراتيجية وهكذا فالمركزية في التخطيط ما فيش فيها مشكلة لكن الفكرة بقى في التنفيذ إذا كان المجلس الوطني أو المجلس الوطني اللي التعليم والبحث والابتكار الجديد هيضع استراتيجية وطنية مين مسؤول عن التنفيذ بتاعها متابعة التنفيذ موجودة في نص القانون إنه الأمانة الفنية فهل تشكيل بقى الأمانة الفنية اللي هيصدر بتشكيلها قرار أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ده هي اللي هتبقى مسؤولة عن متابعة التنفيذ بشكل كامل التشكيل بتاعها هيبقى أوسع بالمناسبة هي الأمانة الفنية ما تمش تحديد عدد الأعضاء فيها فمن المحتمل أننا بعد شوية مع إصدار اللايحة التنفيذية مع إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الأمانة الفنية إننا نلاقي عدد أكبر من الممثلين عن أصدر المصالح في التعليم فبالتالي الأمانة الفنية ممكن تكون هي اللي فيها تشكيل مختلف شوية وما في شك أن نحتاج حوار مجتمعي لغينا عنه هو المفروض أن هو القانون قبل ما يصدر طرح للحوار الوطني فكان بيشارك الخبراء وبيشارك أصحاب مصالح من كل القطاعات سواء كانوا برلمانيين سواء كانوا خبراء أو متخصصين سواء كانوا من النقابات كل ده كان موجود في الحوار الوطني فبالتالي هو عارض عليهم شكل القانون وفي النهاية صادر القانون بالشكل اللي احنا شايفينه ده في بعض المأخوذات عليه نحتاج نعدلها ممكن يتم تدركها من خلال تشكيل الأمانة الفنية فالمجلس خلاص أكرر بشكل الحالي فانتظار تشكيل الأمانة الفنية هي دي لو نسخ مبدئية فتمام لا هي مش نسخ مبدئية هي خلاص أكرر ما هي أقرت أنا فهمة لكن بتكلم أنه بعد كده في المستقبل يعني البحثين زي حضرتك هما درهم أنتوا يعني تدوا توصيات أنه إحنا محتاجين أصحاب المصالح يكونوا موجودين وممثلين بشكل أكبر في المجلس ضروري جدا أنه يكون فيه عدد أكبر من أصحاب المصالح عدد أكبر من الخبراء والأكاديميين لأنه المجلس يتداخل في بعض أدواره مع مجالس قائمة بالفعل نحن عندنا المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعة مسؤول عن وضع السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعة ويشارك الوزير في اتخاذ القرارات عندنا المجلس الأعلى للجامعات عندنا مجلس أعلى للأزهر فيه مجالس كتير فيه عندنا مجلس استشاري لرئيس الجمهورية اللي هو المجلس التخصصي للتعليم فكل المجالس دي موجودة هل يتم عادة النظر في أدوار هذه المجالس هل يتم إلغاء بعضها هل يتم دمجها داخل المجلس الوطني للتعليم ده أمر مطروح لمتخز القرار اللي هو السيد رئيس مجلس الوزراء تمام المراكز البحثية لازم أستعين بخبراء من مراكز البحوث احنا عندنا فيه المركز القامل البحوث التربوية والتنمية دوره أنه يزود صنع القرار بالقرارات أو الأراء فيما يتعلق بالسياسات التعليمية وده حصل مع بداية العام الدراسي الحالي فهل فيه تداخل بين أدوار المركز القامل البحوث والمجلس الوطني الجديد أه فيه تداخل لابد من إعادة النظر في أدوار المجلس بما لا يتعارض مع أدوار المركز القامل البحوث أو يتم دمجه مع المجلس عندي هيئة ضمان الجودة نفس القصة هي مسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المجتمع دور من أدوار المجلس أنه ينشر ثقافة التدريب والتعليم الفني ويروج له فبالتالي برضو فيه تداخل مع هيئة ضمان الجودة كل ده يعاد النظر فيه بحيث يتم مراعاته عند إصدار اللايحة التنفيذي للقانون وعند تشكيل الأمن الفني للمجلس طيب ممكن حد يكون بسمعنا دلوقتي يتكلم عن استراتيجية وطنية للتعليم يقول يعني إيه هل الموضوع متعلق بنظام الدراسة هل الموضوع متعلق بالمناهج بتغيير في المناهج وتطورها عايزين نفهم أكتر النقطة دي لا إحنا مش هنتكلم هنا في الاستراتيجية على أجزاء تنفيذية يعني عشان أحط الاستراتيجية بيبقى لها أهداف عامة أو أهداف كبرى وبعدين بنزل منها بحلل الفجوات اللي في الواقع وبعدين أحط السياسات اللي أنا هتتخذها علشان أحقق الأهداف دي طيب الاستراتيجية على مستوى وطني هتبقى مشابهة إلى حد ما برؤية مصر 20-30 يعني استراتيجية مصر 20-30 فيها الثلاث قطاعات الرئيسية بنلاقي أو الأبعاد الرئيسية اقتصادي وارتماعي وبيئي نفس الموضوع هيبقى في الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتعليم والبحث والابتكار هلاقيها أن هي برضو مقسمة لثلاث قطاعات القطاع للتعليم وقطاع للبحث وقطاع للابتكار فكل جزئية منهم هيتم وضع خطوط عريضة أو استرشادية يطلع منها الاستراتيجيات الخاصة أو الاستراتيجية التنفيذية بقى للوزارات نفسها فبالتالي أنا مش هحط لكل وزارة هتعملي إيه لا ده أنا هحط هدف عام ومؤشرات قياس للأداء وأحزبك عليها بعد سنتين لأنه المجلس الوطني للتعليم الجديد هيصدر تقرير كل سنتين عن التقدم في استراتيجيات التعليم أو وضع التعليم في مصر إزاي تطور التعليم في مصر خلال سنتين دول ومسؤول أمام السيد الرئيس كل ستة أشهر بالرفع تقرير كل ستة أشهر أو نصف سنة ويعني أمام الرئيس بقى التطور اللي حاصل فيه قطاع التعليم والبحث والابتكار طيب زي بيتم التنسيق بين المجلس الوطني والمجالس الأخر لا مفيش آلية معلنة لحد اللوقتي المجلس لم يجتمع أو لم يتم تشكيله بشكل رسمي والقانون لم يذكر من قريب أو من بعيد آلية التنسيق ولكن الجزء الأخير من نص القانون بيقول أنه المجلس الأعلى للأزهر المجلس الأعلى للجماعات الخاصة ومجلس أعلى للجماعات الأهلية والتعليم قبل الجميع والتعليم الجميع كلها بالإضافة إلى مجلس إدارة أكاديمية الشرطة ودي نقطة جديدة كجاهة تعليمية والأكاديمية العسكرية المصرية أخضا في الكلية الحربية بتلتزم برضو الموضوع مش بتلتزم هي مكتوب كده أن هي مراعاة ما يتخذه المجلس من قرارات فهل القرار هنا هيبقى ملزم لكل المجالس وأكاديمية الشرطة وأكاديمية العسكرية المصرية أم يعني يصدر القرارات والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية وبعدين نلاقي أنه الجهات الأخرى ما ألزموش أنه ينفذ القرار هو قال مراعاة ما يتخذ من قرارات ده المكتوب في النص فهل أنا عايز نحن نجيب مراعاة هذه النقطة تحديدة مراعاة هذه النقطة يبقى أنا محتاجة أرجع القانون من أول جديد فالجهات الموجودة بالفعل زي ما قلنا برضو اللايحة التنفيذية قد تكون مفسرة أكتر لنصوص القانون وتوضح بشكل أكبر التزامات المجالس الأخرى والجهات التابعة توضح بصورة أكبر الجزء الخاص بأدوار المجلس بمعنى أنه أنا أحطي الاستراتيجية أنا هتكلم عن الاحتياجات المالية لكل قطاع من القطاعات التلاتة التعليم التعليم العالي البحث والابتكار كل جزء منهم احتياجاته مالية قد إيه هل أنا هبقى ملزم لوزارة المالية أن هي توفر لاحتياجات المالية لتنفيذ الاستراتيجية دي واللي هفضل ماشي بنفس النسق اللي احنا ماشيين به حاليا احتياجات الوزارة تقدر بـ 260 مليار مثلا على سبيل المثال نحن عندنا استراتيجية التعليم أو قطاع التعليم في مصر من 23 إلى 27 قدرت احتياجات وزارة التعليم تقريبا بأكتر من 260 مليار جنيه خلال الموازنة بتاعة 24 إلى 25 بدون أعباء الديون لأن دايما موازنة الدولة بتحمل موازنة الوزارات جزء من أعباء الدين فلاقي أن الرقم كبير ولكن الرقم الفعل اللي بتستفيد بالوزارة تقريبا نص الرقم اللي بتحتاجه إذن الرقم لحضرتك لسه إله ده بدون أعباء ديون المفروض أن احتياجات الوزارة تبقى الرقم ده أكتر من 260 مليار بدون أعباء دين احنا آخر رقم أنا كنت قريته تقريبا كان 135 مليار موزع على إيه لا احنا توزيعة الوزارة التربية والتعليم خصوصا بلاقي أن الرقم الأكبر موزع أجور ومرتبات يعني 135 مليار مثلا بيتم توزيع 90% منه على الأجور ومرتبات طب والباقي بناء الفصول وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمدارس ده هيجي منين هل هيبقى فيه عندي استثمار الوزارة أيضا بتعمل مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص إيه مدى التقدم في المشروعات دي هل بيتم مسائلة الوحدات أو الإدارات داخل الوزارة عن التقدم في المشروعات هل فيه إيرادات بتدخل للوزارة أكيد فيه بس مش معلنة أنا ما بشوفش تقارير تفصيلية عن أداء الوزارات بشوف الموازنة بتاعت الدولة وشوف الحساب الختامي داخل الوزارة أو وزارة المالية خصصت كامل للوزارة وتم إنفاق منهم قد إيه وإيه التوزيع بتاعتها كانت عاملة إزاي فبلاقي إنه النسبة العظمى من الموارد المالية اللي بيتم تخصصها للوزارات بتروح ليه الأجور والمرتبات فهل المجلس هيبقى ملزم لوزارة المالية إنها تحدد احتاجات أو توفر احتاجات مالية أكبر أعتقد الله الموضوع محتاج أكتر يكون فيه تنسيق بين كل هذه المجالس ودي نقطة غاية في الهمية نشكر حضرتك جزيل الشكر شرفتنا ونورتنا دكتور محمود سلامة الباحث بالمركز المصري الفكر والدراسات شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لحضرتك يا دكتور